السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات نصائح مذهلة في حال تطبيقها والالتزام بها فإنه سيكون بإمكاننا تناول جميع أنواع الأطعمة مع المحافظة على مستوى طبيعي للسكر في الدم كيف يمكننا التغلب على مرض السكري والسكر التراكمي المرتفع وعلى مقاومة الإنسولين أو مرحلة ما قبل السكري وإعادة مستوى السكر بالدم للمستوى الطبيعي بداية يجب أن نتناول طعامنا بالترتيب الصحيح علميا الدراسات والأبحاث أظهرت أن تناول عناصر وجبة الطعام بترتيب معين يقلل من ارتفاع مستوى السكر بالدم 75 إلى 80% فالمشكلة التي يعاني منها معظم الناس مرض السكري ومقاومة الإنسولين وغيرهم هي مشكلة ارتفاع مستوى السكر في وجباتهم اليومية عدد كبير من مرض السكري ومقاومة الإنسولين والسكر التراكمي المرتفع لا يعرفون أن سكر الدم لديهم مرتفع لكن تظهر عندهم أعراض تعب ومشاكل بالنوم والتهابات ومشاكل هرمونية والبعض يكون لديهم رغبة بتناول البسكويت والشوكولة ورغبة كبيرة في تناول السكر والنشويات وبعض السيدات تشكوا من مشاكل بالدورة الشهرية وتكيّس مبايض هذا الارتفاع المستمر لمستوى السكر بالدم هو السبب الرئيسي للإصابة بمراض السكري النوع الثاني وإصابة البعض بمرهلة ما قبل السكري يعني مقاومة الإنسولين فيرتفع السكر التراكمي عن مستواه الطبيعي وهو 5.7 وعند مريض السكر يصبح فوق 6.4 وعند مريض مقاومة الإنسولين بين 5.7 و6.4 ارتفاع السكر طوال الوقت بسبب نظامنا الغذائي عالي الكربوهايدريت والنشويات سيجعلنا بصحة غير جيدة ومعرضين للإصابة بأمراض عديدة إذا كنا عادة نبدأ بتناول النشويات رز بطاطا خبز ماكرونا وبعدها نتناول الخضار والبروتين والدهون بدءا من اليوم علينا بتناول الطعام بالترتيب الصحيح أولا نتناول الخضار ثم البروتينات يعني لحم دجاج سمك بيض ونتناول الدهون يعني مكسرات زيت زيتون زبدة حيوانية سمن حيواني وأخيرا نتناول الكربوهايدريت رز بطاطا خبز ماكرونا نتناولهم بالجزء الثاني من الوجبة الخضار عندما نتناولها أولا تقوم بإنشاء شبكة قوية شبكة حماية في الأمعاء مكونة من ألياف تعمل على إبطاء امتصاص السكر من الكربوهايدريت والنشويات والسكريات أنا لا أقول أن المطلوب هو تغيير نوعية الطعام وكمية الطعام يجب فقط أن نغير الترتيب وستبدأ الأمور بالتحسن تدريجيا وسيزول التعاب ويتحسن مستوى السكر بالدم أمر آخر هام هو وجبة الإفطار نحن غالبا نتناول على وجبة الإفطار سكريات ونشويات وخبز وبعض الأشخاص يتناولون عسل أو مربة أو قطعة كيك لذلك سيرتفع السكر بشكل كبير ومفاجئ في الصباح وهذه مشكلة فعندما يرتفع مستوى السكر يرتفع الإنسولين ويبدأ الشعور بالجوع بعد فترة قصيرة من الوجبة ومعه الوهن والتعب وقلة الحيل وجبة الإفطار يجب أن يكون أساسها البروتين لذلك البيض أساسي بيضتين حد أدنى وممكن نتناول زبدي حيوانية وقبضة من المكسرات جوز أو لوز ومفيد جدا تناول 2 إلى 3 ملاعق زيت زيتون يعني حوالي 15 ملي من زيت الزيتون وبإمكاننا إضافة بعض الألياف طبق سلطة صغير حوالي أربع ملاعق أو شرائح من الخضار المقطعة بعد ذلك يمكن تناول قطعة صغيرة من الخبز يعني تقريبا بحجم راحة اليد أو قطعة من البطاطا الأمر الأهم هو تناول البروتين وعدم إضافة أي طعام حلو لوجبة الفطور يعني عدم إضافة سكر أو عصائر أو فواكه أو مربيات أمر آخر مهم جدا هو أن نضيف في بداية كل وجباتنا طبق من الخضار الطازجة أو طبق من السلطة خضار وأوراق خضراء السلطة تكون طازجة ونيئة أما الخضار فبإمكاننا تناولها نيئة أو مطبوخة نحن بذلك سنستفيد من قوة الألياف التي تحتوي عليها هذه الخضروات ومن شبكة الحماية بالأمعاء التي ستقوم بإنشاءها من أجل إبطاء امتصاص السكر ووصوله إلى الدم ونسبة السكر بوجباتنا ستصبح أقل بكثير مما لو أننا بدأنا بتناول نشويات وسكريات وسنشعر بالشبع وسنجد أننا نتناول كمية الطعام أقل والسبب وجود الألياف في الخضار والأوراق التي نتناولها إذن ببساطة بإمكاننا تناول طبق سلطة أو شرائح خيار وبندورة طماطم في بداية كل وجبة أمر آخر مهم جدا بدلا من السنيك أو وجبة خفيفة حلوة يوميا وبدلا من إضافة السكر للقهوة والشاي يمكننا تناول قطعة كيك صغيرة أو قطعة بيتيفور صغيرة بنهاية الوجبة فأسوأ وقت لتناول السكريات حيث يرتفع مستوى السكر بالدم هو وقت الصباح وعلى معيدة فارغة أو بين الوجبات يعني السنيك على معيدة فارغة لأن أي طعام حلو سنتناوله في هذا التوقيت سيتم امتصاصه بسرعة كبيرة جدا ويتجه السكر إلى الدم مباشرة ويرتفع مستوى السكر بالدم إذن إذا رغبنا بتناول قطعة كيك أو قطعة بيتيفور صباحا مع فنجان قهوة فإنها سترفع مستوى السكر بالدم بشكل كبير لا يصدق وهذا يرفع مستوى الإنسولين بالدم ويفتح الشهية ويجعلنا نطلب المزيد والمزيد من السكر وسنشعر بالخمول والتعب لذلك عندما نرغب بتناول السكر أو الحلويات يمكننا تناول قطعة حلوة صغيرة بعد الوجبة مباشرة هذا سيكون له تأثير أقل بكثير على رفع مستوى السكر بالدم أمر آخر هام عندما نشعر بالجوع وبرغبة بتناول الطعام أو بتناول وجبة خفيفة يجب أن نفكر دائما بوجبة صغيرة مالحة يجب الابتعاد تماما عن الوجبات الخفيفة الحلوة والابتعاد عن تناول السكر والنشويات بين الوجبات يمكن تناول بيضة مسلوقة كوجبة خفيفة عند الشعور بالجوع حتى لو تناولنا بيضة أو بيضتين على وجبة الإفطار الحقيقة أن تناول بيضة في وجبة السنيك الخفيفة مفيدة وأفضل بكثير من تناول قطعة خبز مع جبن أو قطعة خبز مع المربة أو قطعة شوكولة أو قطعة بيتيفور أو أي نوع آخر من النشويات والسكريات دائما إذا عندنا رغبة بتناول قطعة خبز أو قطعة حلو أو كيك صغيرة يجب أن يكون ذلك بنهاية الوجبة هذا سيساعد بشكل كبير على ضبط مستوى السكر بالدم والشفاء من مقاومة الإنسولين ومن مرض السكري نوع تاني وأيضا من مشاكل صحية أخرى مثل دهون الكبد وارتفاع الكوليسترول وخمول الغدة الدرقية والبدانية وغير ذلك من الأمراض المزمنة أمر آخر هام جدا يضبط مستوى السكر بالدم هو إضافة البروتين والألياف والدهون إلى الكربوهيدريت والسكريات الكربوهيدريت هي نفسها النشويات مثل خبز رز بطاطا مع كارونا والسكريات هي أيضا نشويات لكن حلوة المذاق مثل الكيك مع الشوكولة بيتيفور تفاح وارتقال إلى آخره عندما نتناول الكربوهيدريت لوحدها سوف يرتفع مستوى السكر بالدم لذلك يجب أن نضيف لها قليل من البروتين والدهون والألياف أنا لا أقول الامتناع عن الكربوهيدريت والنشويات إنما إضافة بروتين ودهون والألياف لهذه النشويات وهدفنا من كل ذلك تقليل امتصاص السكر وتقليل سرعة وصول السكر إلى الدم بإمكاننا إضافة حفنة من المكسرات جوز أو لوز إلى قطعة الكيك مثلا نحن بذلك أضفنا بروتين ودهون والألياف إلى وجبتنا من الكربوهيدريت اللي هي قطعة الكيك وهذا سيعمل على تقليل ارتفاع السكر ومدى سرعة وصوله إلى الدم وعندما نتناول الرز أو الخبز أو البطاطا أو الماكرونا علينا أن نضيف قطعة دجاج وبعض الخضار أو السلطة وملعقتين من زيت الزيتون وبحال عدم توفر دجاج أو سمك يمكننا تناول البيض بدلا منها ومعه زيت زيتون ويمكننا أيضا إضافة ملعقة صغيرة من خل التفاح لكوب ماء كبير حوالي 200 مليلتر إذا لم نكن نعاني من مشاكل هضمية تمنعنا من تناول خل التفاح بتناولنا لهذا الكوب قبل وجبة الكربوهيدريت سنقلل بنسبة 30% تقريبا من سرعة ارتفاع السكر ووصوله إلى الدم مع اتباع هذه النصائح المذهلة والهامة ومعها ممارسة الرياضة وخاصة رياضة المشي نصف ساعة يوميا وأيضا اتباع نظام سيام متقطع تدريجيا سيتحسن مستوى السكر الصيامي ومعه السكر التراكمي وأيضا الإنسولين حتى الوصول إلى مستوى سكر طبيعي في الدم وتراجع كل الأعراض المزعجة لارتفاع السكر بالدم كونوا بخير بإذن الله دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك وتعليقاتكم حلوة وشاركوا الفيديو شوفوا الفيديو أكتر من مرة وكتبوا بالتعليقات الاسم وبأي بلد أنتوا عايشين وصلوا الفيديو لأصدقائكم ولأكبر عدد من الناس لتعمل فائدة تعليقاتكم حول اللي انطرح بالفيديو بتهمني جدا وكتابة كل واحد منكم عن تجربته بتهمني كتير أحبائي بنصحكم تضغطوا على هذا الرابط وتشوفوا فيديوهات هامة ومفيدة جدا حول الاضطرابات الهرومونية وأمراض الغداد والسكري واكتبوا لي تعليقاتكم عليها أحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته